خلينا نروح للزمالك الزمالك هزيمة من أمام طلاق الجيش بتعتقد إزاي حيفكر في الفترة القادمة؟ حيلعب إزاي؟ تخيولك إيه السيناريوهات يا دكتور سيد زمالك؟ بالتأكيد طبعاً يعني مش أفضل فترات الزمالك إنه هزيمتين متتاليتين يعني الحديث عن أستاذ القاهرة وسوق الحظ اللي بيواجه الفريق في أستاذ القاهرة يعني كل دي قد لا تكون مبرات حقيقية لكن الأزمة الحقيقة هي أزمة فنية في نادي الزمالك يعني قد تكون الأمور أكبر من المجرد أن تغييرات هيجريها المدير الفني أجوسفالدو فريرا المدير الفني البرتغالي ليه فريق الزمالك ولكن يعني السكوادي الحالي أو القايمة الفريق الحالية ربما لا تكون يعني ده أفضل ما يمكن أن يخرج منها يعني لكن في النهاية بتتكلم على سبع أو ثمان لعيبة تنتهي عقودها بنهاية الشهر المقبل مش بنهاية الموسم حتى فممكن يبقى في حسابات كتير في عدم تركيز من اللعيبة برضو تلات انتصارات متتالية لحقاها الزمالك فيه قبل التعرض لهذه المدير يمكن قدت نوع من الصقة الزايدة شوية للعيبة أننا خلاص الصدارة الفرق الصدارة بعد شوية رغم أن فيه مؤجلات للنادي الأهلي وحسابات الصدارة لسه قدامها كتير أعتقد أن فيه بعض المشاكل فنية مكررة في أداء لعيبة الزمالك وحتى رغم التغييرات اللي شفناها شوية في أول مباراة فريرة مع الزمالك بدأ الفريق أو بدأ اللعيبة تنسى كل الحاجات المكاسب الإيجيبية أو المكاسب الفنية اللي اكتسبوها في الأول ورجعت نفس السلبيات تتكرر بشكل تاني في حالة تراجع في مستوى عدد كبير من اللعيبة وده تبقى كارسة لأي مدير فني أنه مش هيدر يعالج مين ولا مين يعني بيبقى عنده كارسة فيه أو مشاكل في حراسة المرمى وفي الدفاع وفي الهجوم وفي عدم استغلال الفرص فبالتالي فكرة أن أنا أعمل روتيشن أو تغيير في المراكز اللعيبة اللي بيحاول يعمله بالفعل فريرة مش هتبقى الحل الوحيد أنه يعيد الفريق للانتصارات التانية ويعيد المستوى للشكل أفضل يعني حضرتك يا أستاذ أمير شايف أن فريرة أدار المبارايتين يعني بشكل كويس مش بشكل كويس طبعا يعني يعني يناس كتير يعني بترجع الهزيمة لفريرة بالتأكيد وتحمله المسؤولية بالتأكيد هو للسبب بسيط جدا يعني هو طبعا بالتأكيد المدير الفني بيشارك في أي نتيجة يعني بيتحمل جزء كبير من المسؤولية سواء في الهزيمة أو في الفوز أو في أي نتيجة بتتحقق لسبب بسيط جدا لأن أنت دايما في قلاص على مستوى العالم كل الأجهزة الفنية بقى فيها حاجة اسمها محل الأداء محل الأداء وظيفته أنه هو بيشوف المنافس بتاعه أو المنافسين بتوعي طريقة لعبه بيعتمد على إيه إيه الصغرات اللي أنا ممكن أختارقهم منها للأسف شفنا يعني ما شفناش أنه ده حاصل في نادي الزمالك بشكل كبير في المبارايتين الأخيراتين واضح أنه هو تركيز من المنافسين على استغلال صغرات الزمالك في حين أنه ما كانش ما قدرش أنه يفطن للأمور اللي يقدر يعتمد عليها في المنافس ويقدر يحق الأفضلية لي الأخطاء المكررة دي تدل على أن ما فيش تحليل الأداء بشكل جيد لأداء الفارق نفسه يعني محل الأداء مش بس بيقتصر دوره على أنه بيحل الأداء المنافسين ويعرضه على المدير الفني إيه زي يحط الخطة الأنسب فريرة يمكن من نوعية المدربين أنه هو بيعتمد على الخطة بتاعتي بصرف النظر عن المنافس يعني أنا بلعب بطريقة لعبي وهي اللي هتكسب دايما صحيح مش دايما الرهان بتعببه صح شكرا